أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع موقف المصابين الذين يصلون إلى مصر من قطاع غزة وموقف إرسال المساعدات المختلفة وكذا الوقود إلى القطاع وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اطلع رئيس الوزراء على موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تم انتقال 48108 موظف حتى الآن كما تابع مدبولي موقف إشغال الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من حي زهرة العاصمة لإسكان الموظفين بمدينة بدر وكلف رئيس الوزراء بإغلاق المباني القديمة للوزراء نهائيا والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها حتى تنتهي مجموعات العمل المكلفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطط أعمالها كما اطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الخطط الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024-2029